السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما سنقول عملينا يا رب تكونوا بخير يا حبيبي. ان شاء الله سنشرح مع بعض الدرس الرابع في الواحدة العشرة من كتاب جيم. سنشرح مع بعض لسون 4 في يونت 10 من كتاب جيم. قبل ما نبدأ من تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يتصلكوا بكل جديد. ما تشتركوا في القناة وتابع لصفحتنا على الفيسبوك اسم الصفحة سر السعر ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الدرس بقول هاو سينجس ار ميد كيف تصنع الأشياء. ريد اندي نوتس اقرأ ولاحظ. نمبر ون اول كلمة معي كوتن. كوتن يعني كوتن. كوتن سي او تي تي او ان. تي شيرت تي شيرت تي شيرت تي شيرت تي اس اتش اي ار تي. قماش فابريك 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 ف اي بي ار اي سي. تي شيرت 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 ت بنصنع من القماش ده التشيرت. وبعد كده بقول لي لاحظ استخدام ميد اوف عندما تبقى المادة الخام بنفس حالتها ولا تغير في المنتج الجديد. زي التشيرت مصنوع من القماش. القماش هو هو نفس المادة الخام ما تغيرتش. لكن الفابريك لو المادة الخام تغيرت. يعني فابريك المادة الخام تغيرت وصارت شكل تاني خالص. يعني لما نحطه في مكنة تصنيع القماش ويطلع قماش بيبقى المادة الخام شيء والشيء الجديد شيء تاني خالص. يبقى مختلف. يبقى ميد فروم. لما يكون الشيء مختلف ميد فروم. لما يكون نفس الشيء يبقى ميد اوف. بعد كده كمح ويت. ويت. دابلو اتش اي اي تي. كمح ويت. خبز بريد 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 كيف يصنع الخبز? بقولي بريد از ميد فروم فلاور. يعني الخبز مصنوع من الدقيق. الفلاور از ميد فروم ويت الدقيق مصنوع من القمح. عندي برضو ميد فروم. يعني لما تكون المادة الخام هي هي نفس المادة. زي العجينة بتاعت الدقيق. لما نحط بنصنع من نصنع منها الخبز. مفيش تغيير. انما لما ناخد الدقيق من القمح. المادة تغيرت. وصارت شكل تاني يبقى ميد فروم. بعد كده بقولي ويت اند فلاور. يعني القمح والدقيق. الحاجات المصنوعة من القمح والدقيق. زي كب كيك. يعني الكب كيك. اسمه ايه بالانجليزي? كب كيك. كب كيك. سي او بي. سي اي. كي اي. كب كيك. البيتزا اسمها بيتزا. بيتزا بي اي زد زد اي. خبز بريد. بريد بي ار اي اي دي. بس كويت الكوكز. كوكز. سي او كي اي اي اس. كوكز. بعد كده العشيات المصنوعة من القطن زي قطن اند فابريك. قطن وكماش. اول حاجة تي دي بير اللي هو الدب دوب المصنوع من القطن. تي دي بير. تي دي بير. تي دي بير. بي اي ار. تي دي بير. كفية سكارف. سكارف. اس سي اي ار اف. جيبه سكيرت. سكيرت. اس كي اي ار تي. تي شيرت. تي شيرت. تي اس اتش اي ار تي. بعد كده بقولي يريد عندما تش اقرأ واصل. اول حاجة ويت يعني القمح. هنوصلها بالصورة التالت الاخيرة. نمبر تو بيتزا. هنوصلها بالصورة الاولى. بعد كده كتن هنوصلها بالصورة اللي في النص. بعد كده التمرينات براكتس. بقولي لوق اند ماتش اقرأ. انظر واصل. نمبر وان سكيرت. سكيرت مصنوعة من القطن. هنوصلها بالصورة القطن. نمبر تو بيتزا. مصنوعة من القمح. نوصلها بيت. نمبر مصنوعة من القطن. نمبر فور كوكيز. هنوصلها بصورة القمح. بعد كده بقولي سيركل. زا سنجزات ار ميد فروم ويت وفلاور. نضع دائرة حول الاشياء المصنوعة من القمح والدقيق. هنعمل دائرة على البيتزا. ودائرة على الخبز بريد. ودائرة على القبكيك. بعد كده كده uh呀! بقولي look, read and choose. انظر اقرأ واختر. نمبر اون فابريك is made from cotton يعني القماش مصنوع من القطن. نمبر تو, بريد is made from flower. الخبز مصنوع من الدقيق companies centimeters. نمبر س터زي ايه is made of fabric قليل مصنوع من القماش. طبعا التيشيرت. نمبر فور فلاور از ميد فروم ويت يعني القمح مصنوع من الدقيق الدقيق مصنوع من سوري الدقيق مصنوع من القمح فلاور از ميد فروم ويت بعد كلا نمبر فور بولي لوك ريد اند سورت انظر اقرأ وصنف نمبر وان تي شيرت وقب كيك وبرد وسكارف وسكيرت وبيتسا طبعا عايز الاشياء المصنوع من القمح والدقيق اول حاجة عندي القب كيك ثاني حاجة البريد خبز بعد كده البيتسا بعد كده عايز الاشياء المصنوع من القطر اند فابريك القطر والقماش اول حاجة عندي التي شيرت وبعد كده سكارف وبعد كده سكيرت بعد كده بولي لوك ريد اند جمبيلات انظر اقرأ واكمل نمبر ون بقول لفلاور يعني الدقيق is made from weight حنعط كلمة فلاور وبعد كده as scarf is made from is made of fabric يعني الكفية او الشال مصنوع من القماش نمبر سكس بقول لترس the following يعني تتبع الاتي حنكتب الجملة اللي موجودة عندي abiza is made from flower وبكده يا حبابي نكون انتهينا من شرح الدرس الرابع في الواحدة العشرة من كتاب شرقوا في القناة وتفعلوا زر الجرس اصلاحكم كل جديد ما تتبسوش تعملوا مطابعة لصفحتنا على فيسبوك اسم الصفحة سر السعادة اصببكم في العاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته